اشتركوا في القناة في كل مرة تضع فيها الدبلوماسية البحرينية برحالها في أي محفل عربي أو دولي تجدها تحمل في حقيبتها مبادئ وقيم تجسد رؤية جلالة الملك المعظم أياده الله والقائمة على سياسة الاتزان والعمل من أجل بناء نظام إقليمي يضمن تحقيق التنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة لذا تميزت مشاركة مملكة البحرين بالديناميكية وباتت تنتهج سياسة أكثر فعالية وانفتاحا على العالم من خلال ما تطرحه على طاولات القمم ومنصات المحافل العربية والدولية من رؤى ومبادرات تصب في كل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية والاستقرار وهذا ما ينشده العالم ويتطلع إليه مما جعل مملكة البحرين تحقق نجاحات نوعية وغير مسبوقة تعكس في مجملها تناغما عميقا وتفاهما بالغا إقليميا ودوليا فالمتتبع لدول مملكة البحرين وسياستها الخارجية يجد بأن لهج جلالة الملك المعظم أيده الله ورؤيته هي نقطة ارتكاز في عملها على توطيد علاقات الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة والمتمثل في استمرار دعم مسيرة العمل المشترك والتشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة مع كافة الدول الخارجية والعربية من جهة والتركيز على تعزيز وتلمية الشراكات الدولية والاستمرار في خلق تحالفات جديدة وتجديد شراكاتها مع الدول الحليفة والصديقة القائمة على المصالح المشتركة وبرؤية توفقية وسياسات أكثر فعالية مكنتها من تثبيت نفسها في كافة المحافل الدولية وتحقيق نجاحات دبلوماسية محقيقة بذلك مكانة مميزة في مصاف الدول المتقدمة السياسة الخارجية لمملكة البحرين ودورها الإيجابي المؤثر في كافة المحافل الإقليمية والدولية تسير اليوم وفق أسس ثابتة ومبادئ دولية سليمة مكنتها من ممارسة دورها العربي والدولية النشط في تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الأشقاء وتقوية علاقاتها مع الحلفاء مستلهمة شغفها في تطوير دورها وتعزيزها من رؤى وسياسة محكمة أرسى دعائمها ورسم ملامحها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حتى تستمر المملكة بالسير بخطة ثابتة نحو العالم حاملة رسائلها ومبادئها التي تؤكد ضرورة ترسيخ الاحترام المتبادل والحوار والتعايش البناء والانفتاح المثمر على العالم بدوله والتمسك بالقوانين والأعراف والمواثق الدولية